القصر هذا عرف أنه كان مسكون وصاحبه هجره لهذه المشكلة واشتراه أحد الأجداد من أجدادنا على كل حال اشتراه منه وهو معروف بسيدي بدهمان من شروين اشتراه عليه جدنا سيد الحاجم حبد الله وفي الأخير يعني دار فيه سلكة كما نقول ختم فيه القرآن من أجل تهجير الجن من هذا القصر وهذا ما عرف يعني في تاريخ القصر هذا وصار قابل للسكن وسكنوا فيه الناس ويلاحظ الآن هجر وبعد الهجران منه كذلك صارت تحكي عنه روايات وقصص في هذا الموضوع دائماً هذه المكان المهجور مرفوق ب وكأن الجن يسكن دائماً الأماكن التي هجر منها البشر